واستخداما خلال السنوات القانونة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة وتقلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لا سيما وأن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن قد فرضت علينا جميعا تحديا حقيقيا في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا دون الإخلال مواجباتنا اتجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التي توفقنا عليها والسياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد وهنا يأتي الهيدروجين الأخضر كحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة بما يمسه من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع مواجهة طغير المناخ ومع أهداف اتفاق باريس والحقيقة أن الكثير من الدول قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطواته جادة في هذا الاتجاه سواء من خلال سياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر كنظر رئيسي للطاقة إما من خلال الانتاج المحلي أو الاستراب من الخارج أو كليهما ولقد كانت مصر من أولى هذه الدول التي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال استنادا إلى إمكانيتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدائن المتوسط والبعيد وفي إطار الترجمة العملية لذلك وكمثال حي على مبدأ التنفيذ الذي نجتمع اليوم تحت مظلاته أقوم اليوم مع فخامة رئيس وزراء المنويج بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة والذي يعدنا مزاجا عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتي ترتكز إلى جانب دور الحكومات على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يدا بيد في هذا القطاع المسمر وستتاح لنا الفرصة اليوم للتعرف على كاف الجانب هذا المشروع من الشركات المنفذة ناهو ونأتي تشارك معنا في هذا الحوار أصحاب الجنالة والفخامة والسمو السيدات والسادة أنا وإنقر التفقر على أن الصراحة والمكاشفة هما السبيلان الوحيدان نحو المري قدما بشكل متسق نحو أهدافنا المشتركة فاسمحوا لي أن أنقل لكم بعد ما يصير قلقنا هنا في مصر وفي غيرها من الدول النامية الصديقة أولا على الرغم من الفرص التي يتحوها قطاع الهيدرجين والجانب ترجمتها بالفعل إلى مشروعات في الكثير من الدول ووفقا لمكانة الدولية للطاقة فإن نصيب الدول النامية من هذه المشروعات المقترحة لم يتجاوز سوى مشروعين من ضمن نحو 680 مشروعا مقترحا في مجال الهيدرجين الأخضر على مستوى العالم ومن ثم يظهر جليا أن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يمثلها التحول نحو الهيدرجين الأخضر بخطة متسارعة وذلك لضعف قدراتها التكنولوجية في هذا المجال الجديد وغياب البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين وخلق سلاسل الإنداد اللازمة للتجارة الأمنة وكذلك لضعف تدفقات التمويل والاستثمارات الموجهة إليها على نحو مستدام ثانيا أنه حتى في الحالات القليلة التي تستطيع فيها الدول النامية أن تقطع خطوات ثابتة في هذا المجال كمصر على سبيل المثال يظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتج الهيدرجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الاخرم بالسوق العالمي للهيدرجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدرجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظله من الدول المتقدمة وهنا يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدرجين وتحديد مصادره وليس يتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية أصحاب الجمالة والفخامة والسمور السيدات والسادة إن ما يدعون إلى طرح هذه الشيوغل عليكم هو ثقتي فأن حوارينا اليوم لابد أن يخرب خطوات تنفيذية واضحة نتوافق عليها جميعا تصل بنا إلى إليات وحلول ناجعة تتعون نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تحول الطاقة من هذا المنطلق والتساق مع مبدأ التنفيذ لازم نركز عليه في هذه القمة اسمحوا لي أن أعلن من هنا عن مبادرة جديدة عملت عليها مصر عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعيدني اليوم وبالشراكة مع فخامة السيد أليساندر ديكرو رئيس سزراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدرجين المتجدد والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدرجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدرجين بما يساهم في الإسراع من وطيرة الانتقال العادل الذي نصب إليه جميعا ختاما وفي دوق هذه المائدة أن هذه المائدة تجمع بعض كبريات الدول المنتجة والمستهلكة للهيدرجين ورؤساء المنظمات والشركات العاملة في هذا القطاع فأماني أتطلع إلى نقاش هادف ومثمر وبناء نستمع فيه إلى التوجهات والأراء المختلفة وتتعرف من خلاله على أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة وأنني لعلى ثقة أننا سنخرج اليوم أكثر فهما لطبيعة المسألة وأكثر وعيا بحجم العمل الذي أتعين علينا القيام به في هذا الإطار لتحقيق ما نطمح إليه أشكركم وأتطلع إلى حديثنا الممتد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر